مساء الخير أهلا بكم مشاهدين لنشرة من العاصمة ساعة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة والعالم. نشر البيت الأبيض بيانا مشتركا من الولايات المتحدة. و 17 دولة طالب حركة حماس الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة. مقابل وقف إطلاق النار في القطاع. وأوضح البيان أن المواقعين عليه هم الولايات المتحدة ودول أخرى. لديها رعاية محتجزون ضمن الرهائن بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا. وقال البيان أن هذه الدول تعتبر أن مصير الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم. ومصير السكان المدنيين في غزة الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي يثيروا قلقا دوليا. كما أفاد البيان أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق صراح الرهائن. من شأنه أن يؤدي لوقف فوري وطويل الأمن لإطلاق النار في غزة. ومن شأنه أن يسهل زيادة المساعدات الإنسانية الضرورية لكافة أنحاء القطاع. كما شدد البيان على أن الاتفاق سيمكن سكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم. مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية. وأكدت الدول التي أصدرت البيان دعمها القوي لجهود الوساطة الجارية. دعية حماس لإطلاق صراح الرهائن. حتى تتركز الجهود الجماعية على إنهاء هذه الأزمة والعمل والإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت ببناء رصيف بحري في غزة. لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع. وقال الناطق باسم البنتاجون بات رايدر أن السفن الحربية الأمريكية بدأت بناء المراحل الأولى من رصيف مؤقت في البحر. كما قال رايدر أن التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة جدا. وإنه يجب إجراء تحقيقات شاملة بشأنها. وإنه تمت مناقشات الأمر مع الإسرائيليين على أكثر من مستوىه. قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع أن القوات الأمريكية أصبحت بعيدة عدة أميال عن شواطئ غزة. أشيرا إلى أنه لا يكون هناك قوات أمريكية على الشواطئ. وأضاف أن جميع عمليات التفتيش للمساعدات ستتم في قبرص. وقد تم بالفعل الاتفاق على نظام التفتيش من قبل الحكومتين القبرصية والإسرائيلية. المسؤول أوضح أن الجيش الإسرائيلي سينتشر في منطقة واسعة إلى حد ما لتوفير حماية بطريقة متكاملة برا وجوا وبحرا. كما سيقوم بتأمين الجسر المؤدي إلى الشاطئ. وقال المسؤول أن المساعدات الإنسانية ستصل لقبرص عن طريق الجو أو البحر. حيث يتم فحصها ووضعها على منصات وتجهيزها للتسليم. وسيتم تحويل المساعدات وتحميلها على السفن التجارية. التي ستبحر إلى منصة عائمة كبيرة راسية على بعد أميال قبل سواحي الغزة. المسؤول أكد أيضا أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من مليون وجبة في قطاع غزة. وتمكنت من إيصال أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية. وللمزيد معنا مراسلة الحرة من واشنطن وفاجبعي. أهلا بك. بالإضافة إلى ما تحدثنا عن ما هي المعلومات الإضافية عن إكمال هذه الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة لبناء هذا الميناء. نعم بالفعل حيدر منذ قليل انتهت الإحاطة غير المصورة التي قدمها مسؤولون في القوات الأمريكية. وأيضا في الإدارة الأمريكية ركزت بشكل أساسي على هذا الرصيف المؤقت. وشرحت عمليا كيف ستتم عملية نقل المساعدات الإنسانية من قبرص. التي بدأت بالفعل تصلها كميات كبيرة من هذه المساعدات التي سيتم فحصها وتفتيشها في قبرص. ستحمل على هذه السفن التجارية التي ستبحر إلى الرصيف المؤقت العائم الذي يقوم الجيش الأمريكي ببنائه. وبدأ بالفعل كما أكد البنتاجون اليوم في عملية البناء. وهذا الرصيف المؤقت يبعد مئات أو أميال عديدة كما أكد المسؤولون عن شواطئ غزة. بعد أن يتم تفريغ حمولة هذه السفن التجارية على هذا الرصيف المؤقت. يعاد تحميلها على سفن أمريكية عسكرية تابعة لها القوات الأمريكية. وهذه السفن اللوجستية التي تقدم الدعم اللوجستي ستنقل هذه المساعدات إلى جسر يرتبط مباشرة أو يصل مباشرة إلى شواطئ غزة. ولكن أيضا يؤكد البنتاجون أن القوات الأمريكية أن هذه السفن الأمريكية ستبقى بعيدة أميال عن شواطئ غزة. مهمة السفن الأمريكية فقط تحميل ما تم إفراغه من السفن التجارية الضخمة إلى سفن صغيرة أصغر حجماً بطبيعة الحال العسكرية. وبالتالي يتم تفريغ هذه السفن الصغيرة العسكرية مجدداً على الجسر البري. وهنا يتم تحميل المساعدات طبعاً للشاحنات التي ستنقل المساعدات إلى داخل القطع. يؤكد الجيش الأمريكي أو المسؤولون الأمريكيون الذين قدموا الإحاطة بأن القوات الإسرائيلية هي التي ستؤمن براً وبحراً وجواً هذه العملية. لا سيما الجسر البحري الذي يوصل هذه المساعدات إلى القطع. أيضاً أعلن المسؤولون عن إنشاء قاعدتين أو خليتين للتنسيق الأولى في قبرص. ومهمتها التنسيق مع الحكومة القبرصية أيضاً مع المنظمات غير الحكومية. وكل الأطراف المعنية بإيصال مساعدات تفتيش هذه المساعدات وتحديد ما المساعدات الضرورية التي يمكن نقلها. أما الخلية الثانية أو القيادة الثانية هي مركزها في ميناء أشدود الإسرائيلي. ويرأسها جنرال إسرائيلي وتعمل بشكل وثيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل عملية التنسيق. ولكن لن ويكرر البنتاجون هذا الأمر لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على شواطئ غزة. وفقط ستكون مهمة القوات الأمريكية مقتصرة على نقل هذه المساعدات. أيضاً يؤكد البنتاجون بأن كل الإجراءات أو كل السيناريوهات أخذت بعين الاعتبار. وأن القوات الأمريكية تبقى على جهوزية تامة من أجل الدفاع عن نفسها إن تعرضت لأي اعتداء حيدر. من واشنطن مراسط الحروف أجباعي. شكراً لكي. قال مصدراني أمنياني مصريين لرويترز إن القاهرة طلبت عقد اجتماعي متابعة مع إسرائيل في إطار تجديد جهود الوساطة. من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. قالت المصادر إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات شخصية. وعن بعد يوم الأربعاء سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة. وأضافوا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع. بشكل يحد من عمليات التفتيش والإجراءة الأمنية لمن لا يشتبه في قيامهم بأنشطة مسلحة. قالت هيئة والبث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بن يمينة تنياهو صدق على خطة اجتياح رفح. لكنه لم يعطي الضوء الأخضر لتنفيذها بعد. أدى وتتجه الأنظار إلى مدينة رفح. إذ يستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياحها. واستتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة على مدينة تأوي مليوناً ونصف المليون نازح. ويأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة وولد سريت جورنال نقلاً عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل تستعد لنقل المدنيين من رفح إلى مدينة خان يونس المجاورة. في موشر ربما على أن العملية البرية في مدينة رفح باتت وشيكة. أكد مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون تصميمهم على اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة لملاحقة مسلحي حركة حماس في آخر معاقلها بالقطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لم يتوقف عن التأكيد أن الجيش سيهاجم مدينة رفح التي تكتظ بأكثر من مليون ونصف المليون نازح في مساحة لا تتجاوز ستين كيلو متراً مربعة. صحيفة يدعوت أحرنوت ذكرت أن حكومة نتنياهو ستدفع قدماً في استعداداتها لتنفيذ اجتياح شامل لمدينة رفح بغرض الضغط على حركة حماس لاستئناف مفاوضات تبادل الرهائن والمعتقلين. وفي هذا الصدد عقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعاً لمناقشة مستجدات صفقة تبادل محتملة والعملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قالت أن الجيش متأهب لبدء عمليته البرية في رفح قريباً وذلك رغم التحذيرات الدولية من عواقب وصفتها بالكارثية. وأعربت العديد من العواصم الأجنبية بما فيها واشنطن عن قلقها خصوصاً إزال استعدادات الجارية لشن هجوم بري على مدينة رفح. من جانبها قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل تستعد لنقل المدنيين من رفح إلى مدينة خانيونس القريبة. وقال هؤلاء المسؤولون أن عملية إجلاء المدنيين ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة. وللمزيد معي من نورد كارولاينا روبرت بيرسون السفير الأمريكي الأسبق لدى تركيا. السفير بيرسون أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. أريد أن أبدأ بما انتهى به التقرير الذي استمعنا إليه. هل تغيرت لهجات الولايات المتحدة بموقفها المعلن الرافض لعملية عسكرية في رفح؟ لأن الجيش الإسرائيلي تحدث أنه أكمل الاستعدادات. وهو بانتظار الضوء الأخضر من نتنياهو. إذن شكرا على هذا السؤال. من المستحيل أن نعرف ما إذا كانت هذه القصة المسربة حيال استعداد الجيش الإسرائيلي. ما إذا كانت هذه القصة حافزا لحماس لكي تطلق سرح الرهائن والقبول بشروط المفاوضات. أو أنها تعكس نية صادقة في إطلاق هذا الاشتياح عما قريب. لكن الأسرة الدولية واضحة بأن هذا الاشتياح سيسبب كارثة إنسانية كبيرة. والعديد من الأشخاص المدنيين في غزة سيتأثرون. بالإضافة إلى ذلك هذا الأعلان سينتج عنه تعليقات بأن إسرائيل لم تنجح في القضاء على حماس. ومثل هذه التحليلات. وأنها لم تنجح بالإعلان عن الانتصار المطلق. إذن يبدو كأن هذه الأهداف تبعد أكثر فأكثر. ولا نعلم ما إذا كانت هذه القصة مجددا تعني أنهانية صادقة أو تكتيك مجرد تكتيك. أريد أن أبقى قليلا بهذه النقطة السفير بيرسون. البعض يقول بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة التي تستطيع بالفعل إيقاف إسرائيل عن القيام بهذه العملية. خصوصا وأن هناك موقف معلن من الإدارة الأمريكية لرفض هذه العملية. إذا تمت يقول آخرون بأن إذا هذه العملية تمت. معنى أن الولايات المتحدة توافق على هذه العملية. كيف تعلق؟ لا بالنسبة لسؤالك الثاني. لا يسأل إسرائيل ضوء أخضر من الولايات المتحدة على حد علمي. أعتقد أن الرئيس بايدن أوضح بأن الولايات المتحدة هي تدافع عن إسرائيل. وقد كرر هذه الأقوال. أعتقد أن الرسالة واضحة. السيد نتنياهو قال مرارا وتكرارا بأنه سيتجاهل هذه المخاوف الإسرائيلية عند إصدار قراره. والآن الولايات المتحدة قلق حيال ما يحصل في الضفة الغربية. لكن الأعمال هناك تستمر على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة. سفيد بيرسون أعتذر المقطع. ولكن إذا ما أقدمت إسرائيل على هذه العملية. هل ستكون هناك مواقف للإدارة الأمريكية الرافضة لها؟ إذن من الصعب أن أتوقع المستقبل. ولكننا قلقين حيال هذه العملية. وهذا القلق هو واضح. إذن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات متلائمة مع هذه المخاوف. في نهاية المطاف يجب الأحراز التقدم حيال السلام في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع. وقد ذكرنا ذلك أمام الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة. فلا يمكن التوصل إلى سلام من خلال الحرب فقط. في موضوع آخر الولايات المتحدة بالإضافة لسبع عشرة دولة يوقعون على بيان يطالبون به حماس بإطلاق سراح الرهائن. وستكون هناك مواقف منها وقف مؤقت لإطلاق النار وكذلك عودة للنازحين. أيضا من يراقب هذا البيان يقول كانت حماس طالبت بوقف إطلاق النار وكذلك عودة للنازحين. وإدخال المساعدات على أن يتم إطلاق الرهائن. ما الفرق بين الموقفين؟ إذن الأمر الجديد هو الأمر الغائب وهو أن تقول حماس نعم أنا موافقة. لكننا أوضحنا أن الطريق للأمام هو أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار. يحصل من خلاله مفاوضات أكثر تفضي بنا إلى مسار أفضل. إذن إنها أحجية فعلا. لماذا حماس لم تستفد من هذه الفرصة؟ ولماذا حماس لم تطلق الرهائن بعد؟ هذه الأمور تثير تساؤلات حول ما فعلته حماس بالرهائن العديد من الأشخاص. الآن هم قلقون من أن الرهائن قد توفوا. وطبعا بعض الأشخاص يقولون أنهم توفوا بسبب الأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية. إذن إذا لم تتخذ حماس الخطوات لكي يكون هناك حال أفضل في المنطقة. فحماس أيضا ستخضع إلى مسؤولية كبيرة. مواضيع كثيرة سفير روبرت هناك أيضا أريد أن أسألك عنها. منها ما أعلنه البنتاجون من إنشاء رصيف أو البدء ببناء هذا الرصيف المؤقت على سواحل غزة. لإدخال المساعدات التي تأتي من قبرص. ستتجمع في قبرص يتم تبتيشها هناك ثم تأتي إلى سواحل غزة. أيضا يعلق البعض. لماذا هذه العملية الجراحية الطويلة في وقت يمكن إدخال هذه المساعدات برا. وهناك معابر برية ستدخل من خلالها المساعدات لمحتاجها بشكل أسرع وأكثر فاعلية. بالفعل أعتقد أن الفكرة هي أنه ما من سبب لكي تتواجد القوات الأمريكية على الأرض في خضم هذا النزاع. أولا سيتعرض القوات إلى الاستهداف وقد يتساءل الكثيرون حيال سبب وجود القوات. إذن أعتقد أن الولايات المتحدة ارتأت أن أفضل طريقة لإيصال المساعدات إلى غزة. وحماية الأمريكيين بهذه الطريقة أي تقديم المساعدات من خلال البحر. إنه فقط طريقة أفضل وأكثر سلامة للقوات الأمريكية. وأيضا هذه طريقة فضلة لتقديم المساعدات. طبعا هو البنتاجون أعلن بأن القوات الأمريكية لن تشارك لن تكون على الأرض في قطاع غزة. هذا كان بيانا واضحا من قبل البنتاجون. سفير بيرسون سنتناول في إطار هذه الجولة الإخبارية المظاهرات التي تشهدها جامعات أمريكية عدة. وأنا أريد أن أستغل فرصة وجودك معنا الآن. ليسألك عن انطباعك على زيادة هذه التظاهرات التي تدعو لوقف الحرب في قطاع غزة في أكثر من ولاية وبأكثر من جامعة أمريكية. إذن أعتقد أن هذه الاحتجاجات تمثل رد فعل حقيقي من المواطنين الأمريكيين حيال ما يحصل في غزة. وحيال مستوى الأشخاص الذين يتعرضون إلى تهديدات شتى وأيضا حيال عدم الإفراج عن الرهائن. لكن تحولت هذه الاحتجاجات إلى احتجاجات غير سلمية في بعض الأحيان. وأيضا تخطط حق الحق الدستوري المتمثل بحرية التعبير عن الرأي. هذا هو القلق إن دستورنا يضمن حرية التعبير ويضمن حرية التجمع السلمي. لكنه لا يضمن الاحتجاجات غير السلمية. الاحتجاجات غير السلمية هي مناهضة للقوانين. سيامة في الحرم الجامعية والجامعات لديها مسؤولية بضمان طلق الطلاب للتعليم الجيد. وإذا كان أحد يعرقل هذا الهدف. فهذا يعني أنهم يعرقلون الوظائف الجامعية. أمل أن الأوضاع ستتحسن. وأمل أن تكون الاحتجاجات سلمية. إذا لم تكن سلمية فسيكون هناك رد فعل قوي. بالمناسبة هي هذه الاحتجاجات لم تسجل بأنها سجلت أي أعمال عنف. ولكن كان هناك ربما تخيم في أماكن لم يسمح لهم للطلبة بالتخيم. ولكن لم يسجل أن تكون هناك مواجهات أو ضرب أو أعمال عنف من قبل الطلبة. شكرا لك على المشاركة من نورد كارولاينة. روبرت بيرسون السفير الأمريكي الأسبق لدى تركيا. توسعت الاحتجاجات الطلابية المناهضة. مشاهدين للحرب في غزة في الجامعات الأمريكية. لتشمل جامعات في تكساس ومينيسوتا وكاليفورنيا. ذلك تضامنا مع طلاب اعتقلتهم الشرطة في جامعة كولومبيا وييل ونيويورك. في الوقت الذي كثف فيه الأعضاء الجمهوريون البارزون في الكونغرس الأمريكي. اتهاماتهم للمتظاهرين بمعادة السامية. ومضايقة الطلاب اليهود. الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية تتوسع لتشمل المزيد من الجامعات رغم الاعتقالات الجماعية بحق طلاب وأساتذة خلال مظاهرات في بعض جامعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة. فمن الشرق وصلت الاحتجاجات إلى جامعة تكساس في مدينة أوستن حيث دعا الطلاب بصوتا عالا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطالبوا جامعتهم بالتوقف عن تمويل تصنيع الأسلحة. وانخلط الطلاب والشرطة في مواجهة شرسة استمرت لساعات. وانتهت باعتقال الشرطة بعض المتظاهرين. ووفقا لمنظمة نساء من أجل شفافية تجارة الأسلحة تمتلك جامعة تكساس صندوق هبات عامة بنحو 50 مليون دولار لستة عشر شركة مصنعة للأسلحة وأنظمة الأسلحة. من الجنون أن هذه المؤسسة التعليمية التي تنشر وتعلم كل هذه الموثل السامية والنبيلة حول التعليم والتفاهم وجعل العالم مكانا أفضل. تجني الأموال من الموت والدمار والإبادة الجماعية. أنا هنا لأنني سئمت من أن أموال دافعي الضرائب تمول قتل الأبرياء. لن أتسامح مع ذلك. لا أحد هنا سيفعل ذلك. ولهذا السبب نحن هنا. في غرب البلاد وصلت المظاهرات إلى جامعة كاريفونيا بيركلي حيث أقام الطلاب مخيما تضامنا مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى. وألقت الشرطة القبض على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاريفونيا. كما أغلق حرم جامعة كالبولي هومبلت وهي جامعة عامة في كاريفونيا أيضاً. بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى الحرم الجامعي. وتأتي الاحتجاجات الجديدة في أعقاب اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا في نيورك الأسبوع الماضي. وحوالي 100 متظاهر في حرم جامعة نيورك قبل أيام. ودفع عمدة نيورك إيريك آدمز عن تصرفات الشرطة. قائلاً إن محرضين خارجيين تسللوا إلى المظاهرات. وإن هناك خطاباً متطرفاً من قبل متظاهرين. وإن طلاباً يهوداً تعرضوا لمضايقات. وهو ما ينفيه طلاب الجامعات مؤكدين سلمية احتجاجاتهم. متابع تفاصيل أكثر مشاهدين مع مراسلين من نيورك. معنا طوني نداف ومن لوس أنجلوس ناصر عبدالحق. ومن شيكاغو أمجد المالكي. ومن تكساس أحمد الرهيد. مرحباً بكم جميعاً. أريد أن أبدأ من تكساس من أحمد الرهيد. هناك أيضاً تحركات كثيرة داخل الجامعات في هذه الولاية. وهناك أنباء عن حصول اشتباكات. حدثنا أكثر أحمد عن ما يجري في تكساس. مرحبا حيدر. كما تشاهد خلفي ما يزال هذا الاحتجاج هنا في جامعة تكساس بمدينة أوستن. مستمر حتى هذه اللحظة. هذا الاحتجاج وهذه المظاهرة بلغت ذروتها في ظهر هذا اليوم. الآن تجمع طلاب المشاركون فيها أو بعض من الطلاب الذين شاركوا فيها في هذه الساحة. وجلسوا ويقالوا أنهم عازمون على البقاء هنا حتى الليل. هذا الاحتجاج يأتي لليوم الثاني في هذه الجامعة داخل حرمها الجامعي. وهي أكبر جامعة في ولاية تكساس. هذه المدينة هي أيضاً عاصمة الولاية مدينة أوستن. يقول الطلاب المشاركون في هذه المظاهرات. إنهم جاءوا إلى هنا اليوم. أولاً لتضامن مع زملائهم. الذين جروا اعتقالهم يوم أمس من قبل الشرطة في هذا المكان. وكذلك للتعبير عن رفضهم للطريقة التي تعاملت معها الشرطة مع احتجاجهم ومظاهرتهم يوم أمس. وقالوا إن ذلك لن يخيفهم وإنهم سيستمروا في هذا الموقف بدعم الفلسطينيين. وكذلك بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة إلى جانب المطالبة بوقف الجامعة تعاملاتها مع الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وطالبوا اليوم رئيس الجامعة بالاستقالة. وقالوا إن ذلك يأتي نسبة لموقف إدارة الجامعة من تعامل الشرطة يوم أمس مع الطلاب في هذا المكان. مطالبين بأن تكون الجامعة مكان للتعبير الحر. وشددوا على سلمية هذا الحراك الذي يقولون إنهم سيستمرون فيه. بالإضافة إلى هذه المظاهرة التي خرجت ظهر اليوم كان بجانبها تماما. هناك تجمع للطلاب المؤيدين لإسرائيل والذين كانوا يرفعون الأعلام الإسرائيلية في ذات المكان. الذي خرجت فيه مظاهرة اليوم واحتجاجات اليوم. لم نشاهد أي احتكاكات بين الطلاب. على العكس رأينا بعضهم انخرط في محادثات ما بين المؤيدين للفلسطينيين. وما بين المؤيدين لإسرائيل في هذا المكان. الشرطة اليوم كانت فقط تراقب الموقف من على البعد. ولم يكن هناك الانتشار الشرطي الكفيف. كما كان الحال يوم أمس. بالنسبة لمصور قناة فوكس. الذي جرى اعتقاله يوم أمس. الأخبار تقول والمصادر تقول إنه حتى ظهر هذا اليوم كان في المعتقل. ولكن لا ندري إن تم إطلاق صراحه الآن أم لم يطلق بعد. ولكن بحسب الصحفي الذين أيضا كانوا في هذا المكان. فإن الوجود الصحفي كان كبيرا يوم أمس. وكذا الحال أيضا هو كبير حتى هذه اللحظة في هذا المكان. في حرم جامعة تكسس هنا في مدينة أوستن. بالمقابل لدينا مواقف حاكم الولاية جريغ أبوت. والذي قال إن السلطات هنا لن تتسامح مع ما وصفها معادات السامية. وفي ذات الوقت كان في تغريدة أو في منشور على موقع ايكس. قال إن هؤلاء المتظاهرين هم يستحقون السجن على حسب تعبيره. هذا الأمر أيضا رفضه الطلاب هنا. المشاركون في هذه المظاهرة واحتجاجات بشدة مطالبين. بضرورة حماية التعبير السلم. أريد أن نذهب لكاليفورنيا. كان لها نصيب أيضا ناصر عبد الحق من هناك ناصر رحبك. ماذا جرى في هذه الولاية على غرار الولاية الأخرى التي يخرج فيها الطلاب للتظاهر؟ نعم حقيقة في ولاية كاليفورنيا ما زالت التظاهرات مقارنة بمدن أمريكية أخرى محدودة نوعا ما. لكنها تشي بتطور مثل هذه الاحتجاجات والمباهرات في المستقبل القريب. فعلى سبيل المثال في جامعة جنوب كاليفورنيا كان هناك احتجاجات في ساعة الخريجين وسط الجامعة. وقد نصبوا الخيام. وكان هناك مواجهات بينهم وبين رجال الشرطة. وأصروا على البقاء في أماكنهم ورفضوا المغادرة كما قالوا إلا أن تلبى مطالبهم. ومطالبهم تكمن في أن تتوقف الجامعة عن تمويل أو مساعدة بعض الشركات الإسرائيلية التي يقولون أنها تساهم بشكل مباشر فيما وصفوه بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا في جامعة جنوب كاليفورنيا التي أيضا شهدت من بعض الجهات انتقادات خلال الأسبوع الماضي. بعد أن أوقفت ورفضت خطاب الطالبة المتفوقة في الجامعة أنسام أو أسنام تبسم التي وصفتها الجامعة بأنها وصفت مدونات ومنشورات تدعم الفلسطينيين وتعادي السامية. أيضا هناك في جامعة كاليفورنيا أو كارل بولي هولمنت في كاليفورنيا هناك كان اعتصام لمئات الطلاب في أحد المباني. ورفضوا أيضا مغادرة تلك المباني ما لم تلبى مطالبهم بوقف دعم الجامعة لبعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية. بينما كان هناك اعتصام خفيف نوعا ما في جامعة بيركلي في كاليفورنيا حيث اعتصم 12 طالبا وسط الجامعة. وتم إغلاق هذه الجامعات الثلاث ومنع أحد من الدخول ما لم يظهر بطاقته أو هويته للدخول إلى حرم الجامعة. أتحول إلى نيويورك توني نداف من هناك توني ما الجديد في هذه الولاية التي ربما كانت انطلقت منها شرارة الاعتصامات الطلابية. بالفعل نحن هنا أمام مدخل الرئيسي لجامعة كولومبيا في نيويورك حيث بدأت هذه الاحتجاجات وانتشرت فيما بعد باقي المدن والجامعات الأمريكية. التطورات التي حصلت اليوم يمكن اختصارها بالمفاوضات المستمرة والمتواصلة على مدار الساعة بين إدارة الجامعة والطلاب الذين نصبوا خيام الاحتجاج داخل حرم الجامعة تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. وفي هذا الاطار كشف الطلاب المشاركون في هذه المفاوضات عن بعض التفاصيل عن سيرها وقالوا أن المفاوضات بدأت منذ نهار الجمعة الماضي واستمرت وكانت تتقدم إلى أن لوحت إدارة الجامعة باستخدام والاستعانة بيئة شرطة نيويورك والحرس الولاية الحرس الوطني من أجل إزالة الخيام وإخراج المحتجين. ولكن في هذه الأثناء اعترض طبعا الطلاب وانسحبوا من المفاوضات وتوقفت المفاوضات لمدة 30 ساعة حسب ما أشاروا الطلاب وعادت واستؤنفت صباحا اليوم في العاشرة صباحا. ومنذ ذلك الحين يبدو أن الأوضاع تتقدم هذه المفاوضات وتتجه بالمسار إيجابي حسب ما أشاروا. ولكن ما زالت هناك لم يتم تحديد أي مهلة زمنية ولا يتم الحديث عن مهلة زمنية محددة لهذه المفاوضات. كما أكد الطلاب وأن العمل الآن هو على أطر الاتفاق من أجل تحقيق تنازلات من قبل الطرفين. للتفكير الطلاب يطالبون بقطع الجامعة كولومبيا أي علاقات لها وأي استثمارات مالية لها ومصالح مع شركات مرتبطة بإسرائيل. واعتماد سياسة مالية أكثر شفافية. والعفو عن جميع الطلاب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات وعدم اتخاذ أي تدابير إجرائية أو تأديبية بحقهم. في حين الجامعة تطالب بضرورة إزالة وإنهاء الاحتجاج وخيام الاحتجاج داخل الجامعة. وأيضا مغادرة جميع الطلاب من غير الذين لا ينتمون إلى هذه الجامعة مغادرتهم. وعدم استخدام أي لغة معادية للسامية أو مهددة بشكل أو بآخر لأي فئة من فئات الجامعة هنا في كولومبيا. أنتقل لشيكاغو أمجد المالكي أمجد. هل هذه المطالب التي يتحدث عنها توني وبقية الزملاء هي أيضا موجودة في شيكاغو؟ هل وصلت الاحتجاجات إلى جامعاتكم؟ نعم الاحتجاجات حيدر كانت منذ البداية في ولاية إلونوي وتحديدا في مدينة شيكاغو. دعني أبدأ بالجديد ما حدث اليوم في جامعة نورث وسترن المعروفة عالميا. هي واحدة من أهم عشر جامعات في الولايات المتحدة. وأيضا من الجامعات الذات الصيد العالمي. اليوم كان هناك مشادات ما بين الشرطة وطلاب هذه الجامعة الذين قرروا أن يخيموا في إحدى الحدائق التي تتابع للحرم الجامعي. طبعا بالنسبة للمطالب هي مطالب واحدة. أولا أن تعترف سلطات الجامعات بأن ما يحدث في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية إجمالا هو إبادة جماعية. حسب التعبير الذي يستخدمه الطلاب مسؤول عنه إسرائيل. وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي وفق بيان صدر عن طلاب جامعة أخرى. وهي أيضا جامعة مهمة. نتحدث هنا عن طلاب جامعة إلينو. لكن دعني أتحرك خارج الصورة قليلا لنظهر جانب من الجانب أو جانب من ما يجري هنا. الطلاب قرروا قبل بضعة ساعات أن يقوموا بالتخيم في هذا المكان. احتجاجا على ما يجري في غزة واحتجاجا أيضا على ما يصفونه بالدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في تنفيذ ما يصفونه بالإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. أيضا من المطالب البارزة للطلاب ما يتعلق بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية. وأيضا المؤسسات والشركات التي تقوم بتوفير الدعم والتكنولوجيا المسلحة لإسرائيل. والتي يقولون أنها تستخدم في الحرب ضد الفلسطينيين. لا يقتصر هذا الحراك فقط. نعم. انطلاقا من هذه المطالب التي استمعنا لكم عنها. هذه المطالب للطلبة بقطع العلاقات بالاستثمار مع إسرائيل. هل هناك متحدثين رسميين عن هذه التجمعات التي تحصل؟ هل هناك صلة ربط بين هؤلاء والآخرين من الطلاب في الولايات الأمريكية الأخرى؟ هل تقصد حيدر بين الطلاب وإدارات الجامعات؟ لا أقصد بين هذه الاحتجاجات الطلابية في الجامعات حيث أنت. وكذلك في الجامعات الأخرى التي تحدثنا عنها مع بقية الزملاء. بالتأكيد الحراك حيدر لا يبدو منفصلا. لا يحدث ما يحدث هنا على الأقل في جامعة نورت وستر معزولا عن ما يجري في جامعة إلينوي. أو في الجامعات المحيطة الحراك شبه منسق بين الجميع المطالب واحدة. الرسالة واحدة. أيضا الطلاب هنا متنبهون لمسألة ما يقولون إنها محاولات من قبل الإعلام الأمريكي. ومن الجانب الرسمي الأمريكي بأن يصفهم بأنهم معادونة للسامية. بالأمس كان هناك متحدثة يهودية شاركت في المظاهرة في جامعة إلينوي. وقالت بأنها حفيدة لأحد الناجين من المحرقة النازية. وقالت بأن تكون يهوديا لا يتعارض أبدا مع التضامن مع الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم. بل على العكس هو أن تقوم بما تقوم به إسرائيل. كما قالت هو أمر يجعل من المسؤولين في دولة إسرائيل أقرب إلى كونهم أو أقرب إلى أن يكونوا في الجانب النازي. شكرا جزيلا وسنبقى في متابعة هذه الاحتجاجات الطلابية. أشكر جميع الزملاء كانوا معي. من نيويورك طوني نداف. من لوس أنجلس ناصر عبدالحق. ومن شيكاغو أمجد المالكي. ومن تكساس أحمد الرهيد. شكرا جزيلا لكم. ومشاهدين أيضا في متابعة هذه الأخبار. وتخليدا لأرواح عمال الإغاثة السبع الذين قتلوا في غزة بداية هذا الشهر. أقيم حفل تأبيني كبير في الكاتدرائية الوطنية الأمريكية في واشنطن. بمشاركة رجال دين من مختلف الأديان. وحضور نحو ثلاثين دبلوماسيا من مختلف الدول. ومشاركة دوغ أمهوف زوج نائبة الرئيس الأمريكي. في أجواء مهيبة كرم رجال دين وسياسيين وناشطين إنسانيين. عمال الإغاثة السبع التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي. الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية بداية هذا الشهر في غزة. حفل التكريم الذي وصف بالقداس احتضنته الكاتدرائية الوطنية في واشنطن بتأدية إمام وقص وحاخام صلاة رمزية وقراءة فقرات من الكتب المقدسة على الحضور. وسجل عازف الشيرو الياباني الأمريكي الشهير يوم حضوره بمعزوفات تلائم أجواء هذا التأبين. وعنون المنظمون التظاهر بالاحتفال بالحياة بينما وصف مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيا أندريس عمال الإغاثة السبع الذين قتلوا بأفضل ما في الإنسانية. ربما عدد من فقدناهم يبدو صغيرا مقارنة بمقتل قرابة مائتي عام الإغاثة إنسانية ونحو 35 ألف فلسطيني على يد الإسرائيليين وألف ومائتي إسرائيلي قتلوا على يد حركة حماس إلا أن كل واحد من هؤلاء ترك خلفه من أحب ومن سيحمله في قلبه على الدوام عندما تعصف الكوارث بنا من السهل أن نرى الظلام وليس النور ولكن الحقيقة هي أن النور دائما يتسرب وقال أندريس أمام حضور كبير يتقدمه زوج نائبة الرئيس الأمريكي إن الضحايا السبع الذين نحزنوا أعليهم اليوم كانوا هناك حتى يتمكن الجياع من تنور الطعم وتوالت على شاشة الكاتدرائية صور الضحايا السبع وهم من جنسيات أمريكية وكندية وبريطانية وأسترالية وبولندية بالإضافة إلى الفلسطيني سيف الدين أبو طه وشدد المشاركون في المناسبة على أهمية التسامح وتعايش وضرورة تقوية العمل الخيري والقضاء على العنف تكريم عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ العالمي المركزي والذين قتلوا في غزة بداية هذا الشهر تميز بحضور عدد كبير من ممثلي الأديان المختلفة ثم الصلاة بعنوان الاحتفال بالحياة الاحتفال أيضا شهد دعوات متكررة من أجل التسامح وكذلك من أجل الدفع بالعبل الإنساني قدما في غزة خلي بن طويل الحرة واشنطن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم الوزارة بالاطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا الوزارة أضافت إنها استهدفت شركة صحارة ثاندر متهمة إياها بكونها واجهة رئيسية تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا وأوضحت أن الشركة تلعب دورا رئيسيا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة وتم نقل كثير منها إلى روسيا شبكة القيادة والشحن التابعة لشركة صحارة ثاندر استهدفت أيضا بالعقوبات إذ أكدت وزارة الخزانة أن شركة تعتمد عليها في بيع وشحن السلع الإيرانية نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى مناطق منها الصين وروسيا وفنزولا ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات شركة مقرها إيران ضريعة في شراء وتطوير طائرات مسيرة وشركة طيران إيرانية للشحن انطلقت في المحكمة العليا الأمريكية المرافعات حول طلب دونالد ترامب منحه الحصن الجزائي بصفته رئيسا سابقا وبانتظار قرار المحكمة العليا في هذا الطلب يواجه الرئيس السابق أربع دعاوة جنائية منفصلة لعل برزا محاولة قلب نتائج الانتخابات عام 2020 التي فاز فيها جو بايدن في ترقب كبير ينتظر الرأي العام الأمريكي قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بطلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنحه الحصان الجزائي بصفته رئيسا سابقا ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي يواجه فيه ترامب أربع دعاوة جنائية منفصلة وبعدما قررت المحكمة العليا نظر في طلبه في نهاية شهر فبراير الماضي أجلت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تنظيم المحاكمة الفيدرالية للرئيس الجمهوري السابق لمحاولته قلب نتائج انتخابات سنة 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن وتعتبر هذه القضية ربما الأخطر التي واجهها ترامب المرشح أن يكون ممثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر من هذه السنة ويبذل دونالد ترامب كلما في وسعه لإرجاء مختلف محاكماته لأطول وقت ممكن على الأقل بعد الانتخابات وعبر ترامب الذي بدأت محاكمته في مدينة نيويورك منذ عشرة أيام بتهمة دفع أموال منذ ثمانية سنوات لإسكاة ممثلة إباحية تقول أنه أقام علاقة معها عن أسفه لأن القاضي في هذه المحاكمة لم يعفيه من الحضور لحضور مداولات المحكمة العليا وحسب العديد من خبراء القانون في الولايات المتحدة فإن فريق الدفاع عن ترامب لن يجب وللمزيد حول هذا الملف معي هنا في الاستوديو مراسل حرة رابح فلالي لنصع دائما بوجودك معنا رابح هل هذا آخر المطاف بالنسبة لدونالد ترامب بحيث يطالب بالحصانة لألا شيء آخر يحميه من هذه القضايا هذه واحدة من النقاط التي يعتمد عليها ترامب ودفاعه في هذا الاتجاه هناك اعتقاد لدى فريق الدفاع بالنسبة للرئيس السابق أنه حين تعامل مع أحداث السادس من يناير كان يمارس مهامه كرئيس سابق ونفس الأمر يتعلق بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من وجهة نظر ترامب وفريق الدفاع أن الرجل وقتها كان يحاول التأكد من أن النظام الانتخابي الأمريكي بعافية ولم يتعرض إلى أي تشويش أو أي تدخل سواء داخلي أو خارجي ولذلك مسألة الدفع بالحصانة لحماية سلوكه في ذلك اليوم تحديدا هي مسألة جدلية هو يعتقد أنه كما قال اليوم صباح اليوم في نيويورك عندما عاد مرة أخرى لتجديد موقفه المتجدد بقوله أن أي رئيس أمريكي سواء كان دونالد ترامب أو أي رئيس آخر من الحزبين إذا لم يتمتع بالحصانة الكاملة في قراراته حينها سوف لن تكون الرئاسة سوى مجرد إجراءات بروتقولية لأن أي رئيس سوف يضطر إلى اتخاذ قرارات ليست بالضرورة أن تكون سعيدة في نظر الآخرين أو جيدة في نظر الآخرين لكن في مقابل ذلك الدفاع الذي يتقدم للدفاع عن الدعوة التي قدمها المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميت لديه رؤية مختلفة تماما وأن الرئيس السابق يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة لدوره في أحداث السادس من يناير ولدوره أيضا المفترض حتى الآن في محاولة التأثير على نتائج الانتخابات لذلك وجهتين نظر تصادمت في المرة الأولى على مستوى المحكمة الفيدرالية في واشنطن وانتهى الحكم في ذلك الوقت لعدم تبريئة الرئيس السابق من المسؤولية الجنائية على تلك الأحداث ومن ثم استأنف فريق الدفاع بالنسبة للرئيس السابق لدى المحكمة العليا المحكمة العليا الآن أمام ثلاثة خيارات الخيار الأول وهو تأكيد تمتع الرئيس السابق بالحصانة ولكن في هذه الحالة هناك مخاطرة كبيرة لأنه في حالة عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية القادمة وحتى هذه اللحظة هو المرشح المفترض للحزب الجمهوري حينها لا أحد يضمن كيف ستكون عواقب هذه التزكية من قبل المحكمة العليا على سلوكاته وخياراته بالنسبة الإدارية أو القانونية كما أنها سوف تكون سابقة في التاريخ الأمريكي هذا الخيار الأول الخيار الثاني أن تقر جزء من مسؤولية الرئيس السابق قانونيا في تلك الأحداث وبالتالي حينها سوف تكون المحكمة مضطرة للدهاب في السياق الذي يريده المستشار الخاص لوزارة العدل أي بدء إجراءات المحاكمة وهناك خيار ثالث الذي ربما هو أن يكون الحل الوسط وهو تأجيل الحكم من قبل المحكمة العليا وهذا الأرجح أن المحكمة العليا لن تصدر رأيا في هذا الخلاف لا الآن ولا في الشهر القادم على الأقل ولكن أغلب الضن حيدر كما رجح اليوم من داخل مبنى المحكمة أن يكون قرار المحكمة صادرا في شهر جوان القادم وهذه بالمناسبة واحدة من المكاسب الصغيرة بالنسبة لفريق ترامب الدفاعي لماذا؟ لأن هذا التأجيل سوف يخدم الرئيس السابق في كسب المزيد من الموقت قبل معايد الانتخابات بأقل من نصف دقيقة كان هناك حديث بأن على الرئيس السابق أن لا يتحدث إلى الإعلام عن وينتقد المحكمة وقراراتها ولكنه تحدث هل من إجراء حول ذلك؟ على مستوى المحكمة العليا هو آمن حتى الآن لكن نصيحة الدفاع مثلا دفاع ترامب عندما كان ترامب يعتقد ويقول أن حضوره إلى المحكمة العليا للدفاع الموقفه سوف يكون في صالحه فريق الدفاع يعتقد ويبدو أنه نجح في إقناعه بهذا الخيار يعتقد أنه ليس من مصلحة الرئيس السابق الحضور إلى مبنى المحكمة العليا في واشنطن لاختلاف المشهد عن محكمة نيويورك حتى في فلوريدا فيما يتابع في قضية الوتائق السرية ولذلك كان الخيار بأن لا يحضر لكن ما يقول به ترامب اليوم تحديدا هو يرمي باللوم على محكمة نيويورك لأنها هي التي منعته من الصفر إلى واشنطن لحضور محكمة نتائج الانتخابات شكرا جزيلا لك رابح فلالي مراسل حرة شكرا لك دعا وزير الخارجي الأمريكي توني بلينكين الصين لمنافسة اقتصادية تخدم مصالح البلدين جاء تصريح بلينكين خلال زيارته لبكين حيث ناقش مع المسؤولين الصينيين القضايا الخلافية بين البلدين من بينها دعم الصين للصناعات الحربية الروسية عبر تزويدها بمعادات وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج أثار بلينكين أيضا مسألة تقديم بكين المواد التي تستخدم في صناعة مخدر الفنتانيل الذي يقتل نحو مائة ألف أمريكي سنويا أبرز الخضايا الخلافية التي يبحثها وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع المسؤولين الصينيين خلال زيارته الثانية هي مسألة تصدير الصين للمواد التي تستخدم في صناعة مخدر الفنتانيل التي يقتل حوالي مائة ألف أمريكي سنويا ودعم الصين للصناعات الحربية الروسية عبر تزويدها بمعدات وتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لدينا مسؤولية تجاه شعبين وأيضا تجاه العالم وذلك بإدارة علاقات بلدين بطريقة مسؤولة وجادة واعتقد أن توجيهات الرئيسين بايدن وشي تقضي بمواصلة الحوار للتعاون وحل الخلافات وتأتي زيارة بلينكين للصين بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانون المساعدات الخارجية الذي يلحظ تقديم مساعدات لتايوان وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس التايواني الجديد الذي تعارضه الصين هناك خلاف قوي بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان من مستقبلها وربما ترغب الصين في استيعاب تايوان في مرحلة ما وتقول الولايات المتحدة إن ذلك غير مقبول لكن في الوقت الحالي أعتقد أن كل الجانبين يدركان أنهما لن يغير رأي الجانب الآخر وفي الوقت الحالي أيضا أعتقد أنهما يحاولان فقط تجنب الصراع والاتفاق على الاختلاف إلى حد ما دون تصعيده كما تتزامن زيارة مع صدور تشريع عن الكونغرس الأمريكي يفرض على شركة بايد دانس الصينية بيع تطبيق تيك توك وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة الأمريكية زيارة بلينكين للصين تأتي بعد زيارة مماثلة قامت بها وزيرة الخزانة جانت يالن لبيجين قبل أيام وبعد اجتماع افتراضي عقده وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الصيني لأول مرة بعد انقطاع دام 18 شهرا ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن استأنف ميناء بلطيمور في ولاية ميرلاند بالولايات المتحدة نشاطه اليوم الخميس بعد شهر من توقف حركة الملاحة اثر استدامي سفينة شحن بجسر ما أدى لانهياره وقال مسؤولون في إدارة الميناء أن الممر المائي سيبقى مفتوحا حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي قبل أن يعاد إغلاقه لاستئناف جهود البحث عن جثث أربعة عمال ما زالوا في عداد المفقودين هذه أول سفينة تجارية تعبر الممر المائي في ميناء بلطيمور بعد شهر من إغلاقه أمام حركة الملاحة على إثر استدامي سفينة تجارية ضخمة بجسر كيبريج الذي أدى انهياره إلى إغلاق المجرى المائي المؤدي للميناء إدارة ميناء بلطيمور أعلنت في بيان استئناف نشاط الميناء بدءا من صباح الخميس وذلك بعد نجاح عناصر فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي في إزالة حطام الجسر من محيط الممر المائي المنظم لحركة العبور من وإلى الميناء خلال الأسابيع الماضية ويعود تاريخ الحادثة إلى السادس والعشرين من مارس الماضي عندما اصطدمت سفينة شحن تحمل العالم السنغافوري بجسر كيبريج ما أدى إلى انهياره بالكامل ومقتل اثنين من عمال الصيانة وإنقاذ اثنين آخرين فيما تستمر الجهود للعثور على أربعة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين المسؤولون في ميناء بلتمور قالوا إن الممر المائي الذي أعيد فتحه يمتد إلى عمق ثلاثين قدما وسيكون متاحا أمام السفن المحملة بالبضاع حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري قبل أن يعاد إغلاقه مرة ثانية لاستئناف جهود البحث عن جثث المفقودين الأربعة واستكمال إزالة الركام قرار استئناف نشاط ميناء بلتمور الجزئي ينظر إليه على أنه إنجاز لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي كما يطمئن القائمين على مصانع السيارات والحديث في الولايات المتحدة لأن هذه الشركات تعتمد على ميناء بلتمور بشكل أساسي للتزود بالسلع في الداخل وتصديرها إلى الخارج قالت صحيفة بوليتيكو إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن عقود أسلحة بقيمة 6 مليار دولار لأوكرانيا وأشارت إلى أن الحزمة التي قد يتم الإعلان عنها يوم الجمعة من المتوقع أن تشمل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وذخائر مدفعية وطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو جو مشاهدين كانت هذه ملفات هذه النشرة الخاصة من العاصمة التي قدمناها لكم عبر قناة الحرة هناك المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتها عبر موقع الحرة على الإنترنت وكذلك المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر